شدد رئيس السيسي على أن الخطابة الدينية الواعية المستنير أحد أهم عناصر مواجهة الفكرة المتطرف والهدامة سرني أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء مهنئا حفظات كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرين مؤكدا على ضرورة فهم معاني القرآن الكريم ومقاسده السامية التي تدعو إلى مصحة البشرية جمعاء ولا أفوتني في هذه المناسبة الكريمة أن أتوجه بالتحية والتقدير للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف متطلعا إلى رؤية جيل واعد من شباب العلماء والآئمة المفكرين يساهمون في معالجة قضايانا الراهنة في إطار فهم واقع العصر ومستجداته وتحدياته مع الحفاظ على سوابة الشرع للدين الحنيف ومن هذا المنطلق أقول لكم واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يحمل كل معاني الرحمة والتسامح والتعاون والعمل والبناء وأعمال العقل في فهم النص ومنهاج الله عز وجل في تسيير هذا الكون الفسيح بما يسم في عمارة الأرض شعب مصر العظيم لا شك أن الخطاب الديني الواعي المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام